وبصراحة يعني أنا عايزة أقول برضو للرجالة اللي بتشتكي وبعتلنا ما أنت أكيد شفتش علامات وظواهر في الخطوبة يعني أنت لما دخلت بيتهم بيبان الست المسيطرة على فكرة والست الدكتاتورية يقول لك البيت ده مشي للأم مش الراجل بيبان هي اللي بتتكلم هي اللي بتقول القرارات لأ بص الشبكة كذا لأ بص أنا بنتي تروح تقضي شهر عس يعني تلاقي دايما أنتوا يا رجالة برضو يا شباب يا اللي لسه برضو مقبلين على الجواز خلي بالك أن في علامات كتير قوي بيبان عشان ما تجيش تلبس في الحيطة وتيجي تقول أسه أنا مراتي شوريتها من دماغ ما متى بيبان يعني تلاقي الرجل يعني يا قاعد الأب هادي كده ويا حبيبي أنا المهمة بنتي تبقى راحة وتلاقي الأم صوتهم جلجل في البيت يا أستاذ إيمان المشكلة أن حال الخطوبة ومرحلة الخطوبة للأسف بيغلب عليه الحالة العاطفية وده أكبر غلط بنقع فيه ما ده أساسي طب بأساسي وما اللي يخلب عليه إيه ما لازم العاطفة بقى لا بالعكس جميل أن أنا أحس بحال من الارتياح للطرف الآخر ده كافي جدا في المرحلة دي يعني خلينا أشبهها بمثال أنا دلوقتي لو هعمل انترفيو في شركة هل مجرد أنك والفايد والورق بتاع بيقول أني أنا السيفي بتاعي كويس الشركة بتاخدني؟ لا طبعا تعمل الإختبار لازم تقعد معي وتتكلم حتى لو ورقي بيقول أن أنا تمام لازم هتشوفني وبتمررني بفترة مثلا ثلاث شهور ست شهور تحت الإختبار لو أثبتت فيها كفاءة لا إحنا الراجل ده عايزينه معنا تمام؟ تمام المتزن صح فبقى عايزة نجح أي حاجة حتى لو مش نجحة صح أنا بحبه أو بحبها مش مشكلة هو هيتعدل بعد الجواز هي هتبقى كويسة أكيد أنا كنت تغطى عليها شوية أكيد أكيد لا بالعكس أنا عايزة السلبيات تظهر إحنا بندخل الارتباط وبندخل الخطوبة ما عندناش استعداد تتفاركش يا خطوبة يعني جواز خطوبة يعني جواز يعني عيالي يعني مستقبل فاللي هو فعلا حتى الأهل بيبقوا بصين على الخطوبة خلاص ده جواز بيتكلموا في الكاب الكتاب لكن إحنا بجد كبنات وكشباب وكأهل على فكرة والأهل كمان ليهم دور في الحاجات الصعبة اللي بنشوفها أو في الأضرار اللي بتنتج عن فشل العلاقة الأهل ليهم دور كبير لأن أنا كبنت أنا صغيرة أنا مش شايفة برضو صح يعني أنا مشاعري لسه بقى عمالة بقى تلعة ونزلة ومبسوطة وعندي خطيب وبالبس وبتحبته الليل وحشتيني وبحبك حاجات دي بتاكل عقل البنات صحيح والشباب برضو لكن الأهل بقى مفاوض هم بيبصوا من المنظور اللي فوق لصحاب الخبرات لكن حقيقي إحنا ليه في مصر بندخل أي ارتباط بحبك وبموت فيك واتعاميت يعني أنا مش شايفة سؤالك حلو جدا أنا مش شايفة الإشكالية في إيه؟ إن إحنا أصلا عندنا حرمان عاطفي في طرق التربية بتاعتنا إحنا بنربي بطريقة صح وغلط أي لكن مش بربي بطريقة إن أنا أخلي اللي قدامي يجرب تحت إدارتي آه في فرق ضخم جدا إن أنا بلعب على فكرة إن ما ينفعش تتحرك لإن أنا فاهم أنا طول الوقت أعلى منك أكبر منك أوعى منك مهما كبرت هتفضل عايل في نظري فطول الوقت بسحب الثقة من اللي قدامي إنت ما ينفعش تتحرك إلا بيه غير لما بربي ابني أو بنتي إن أنا معاك بس أجرب وشوف وأبدأ أدي له مشاعر ولو غلط أتصالح معي لإن عندنا كارثة في علاقتنا بالخطأ أصلا الخطأ غير مقبول داخل الأسر مع إنه لازم هيحصل موسيقى